ترأس السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لجمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وفد مملكة البحرين في أعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته 58% في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة نعم ياتي هذا الاجتماع للتحضير لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المقرر انعقاده اليوم وناقش المندوبون الدائمون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والذي يتضمن عدة بنود من بينها العمل العربية المشترك والقضية الفلسطينية والشؤون العربية والأمن القومي كما ناقش المندوبون تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمالة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتين الانعقاد أقر المندوبون مشروعات القرارات والتقارير التي سترفع إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لاعتمادها